مساء الخير لكل متابعين على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وانستجرام أنا أحمد رحاوي أحييكم وسأكون معكم في نشر مفصلة منتصف الليل بتوقيت السعودية الواحدة صباحا بتوقيت دبي لنستعرض آخر الأخبار وتطورات على الساحة العربية والدولية ومنها المعارك المحتدمة في مدينة الرقة السورية وقوى السورية الديمقراطية التي تتقدم في حي المرور والدرعية ضد تنظيم داعش ملف الحج وأخبار مليونين ونصف المليون حاج أيضا ضيوف الرحمن يتوجهون إلى مزدلفة ويبدأون النفرة من عرفات وتقرير حصري أيضا يتحدث عن كسوة الكعبة الموشى بآيات قرآنية مكتوبة بخيوط من الذهب والفضة في الأخبار المنوعة أيضا لدينا دراسة صادمة لأول مرة نسمع عنها بأن الطعام قليل الدسم يزيد من فرص الوفاء المبكرة وسنستعرضها أيضا في تقرير مفصل في نشرتنا كونوا معنا على الموعد منتصف الليل بتوقيت السعودية ولأي اقتراحات أو مواضيع التودون أن نناقشها أو نستعرضها في برامجنا ونشرتنا الإخبارية رسلونا مباشرة على فيسبوك وإنستجرام وتويتر كونوا على الموعد ترجمة نانسي قنقر